وقفت كثيرا مع التصريحات للرئيس الإيراني رئيسي عندما قال اليوم قال فصال المقاومة بالعالم وبالمنطقة العربية ليست لها علاقة بإيران وقراراتها مستقلة تتخذها كما تشاء هي هذا التحول بهذا الخطاب ضمن هذه المرحلة بهذا الشكل اختلف كثيرا عما كنا نسمعه هل هذا ذكاء بالخطاب للتخلص من التداعيات أولو عدك اسم ثاني إليه لا لا يعني أضيف لك تصريح لأعتقد جنرال قآني قبل يومين تحدث قال أن مشاركة الفصال العراقية في الحرب في غزة ضررها أكثر من نفعها يعني بالتأكيد وهذا راح تأخذنا إلى نقطة أخرى اليوم يعني إيران تمثل قوة كبيرة في المنطقة وتعلم جيدا والجميع يعلم أن إيران داعم رئيسي وأساسي لحركة حماس وهذا ما صرح به يعني رئيس الحركة السيد هنية وخالد المشعل وقالوا بأن إيران ساعدتنا ماديا ومعنويا وتسليحيا ولوجستيا وبالتالي لها التأثير الكبير اليوم إيران أعتقد تريد أن تكون في موقف الوسيط خصوصا فيما تعلق بعملية الأسرى الإسرائيليين وبالتالي أيضا تأخذ لها موقع جديد في المنطقة يعني لكن في نفس الوقت أيضا يعني لم تتخلى الجمهورية الإسلامية بشكل نهائي وكان أيضا خطابها واضح بأنها هي بالضد من هذه الانتهاكات وبأنها ربما قد لن تقف صامتة أو متفرجة إذا ما كان هناك تدخلا لأطرافا خارجية مثل أمريكا وبعض الدول الأوروبية وكما تبضلت يعني أنت اليوم هناك مساعي كبيرة لعدم توسع المعركة أو لعدم تدخل حزب الله أو إيران وبالتالي لكن أقول ما قدمه السيد الصدر اليوم يمثل ربما نقطة تحول جديدة لأنه لم يتحدث السيد الصدر اليوم عن مشاركة عسكرية في كل الحديث يعني من البداية كان يتحدث عن رسالة مساعدات يتحدث عن دعم يتحدث عن مساندة يتحدث عن وقفة على الحدود اعتصامات على الحدود وأعتقد أنه يريد أن يقدم رسالة واضحة اليوم يعني بما ألزم الغرب والأمريكان أنفسهم به باعتبارهم هم راعي للديمقراطية وهم مع حق التظاهر وهم مع حق التعبير وهم مع المطالب الشعبية الموجودة وبالتالي السيد الصدر يريد على الأقل يعني في مشكلة جديدة ربما نواجهها في الحرب الأخيرة يعني على الأقل في الماضي كانت هناك عملية استنكار عربي واسعة لكل حدث يحدث من قبل الصهاينة هناك تظاهرات هناك استنكار مثلا من قبل الحكام اليوم حتى هذه المسألة توقفت لم نسمع استنكار بالعكس بعض الدول العربية وتحدثت عن اتهام أن حماس هي من بدأت هذا الموضوع وأنها هي من سببت هذه الأزمة ويعني إلى آخره من الإشكاليات أو البعض يجابل البعض يسمح باستخدام أراضي وقواعده وقال البعض ربما اشترك حتى في تسليح هذه المعركة وبالتالي هذا التغيير اليوم الكبير في الخطاب يحتاج إلى أيضا أن تكون هناك وقت حقيقي مانت